السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أريد أن أعطي فقط فكرة عن الدورة مقبيرة إن شاء الله ستكون هناك دورة على الديب ويب أو الانترنت الخفي الذي يخاف منه الجميع ويقولون لا تدخل الديب ويب إنه خطير ستدخلوا إلى هذا وهذا يعني أنظر أخي سأريك مثلا سنكتب الديب ويب سنكتبه في يوتيب انظر الناس الناس لا تعرف عنه شيئا وتقول كثير من الأشياء التفاية سأريكم الخوف 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 لماذا كل هذا الخوف أنت لا تدخل إلا على انترنت عادي الديب ويب هو انترنت عادي انظر الديب ويب مع مقاطع تسربت منه انظر الديب ويب الجحيم المرعب كل هؤلاء الناس ليسوا لا مبرمجين ولا هم يوتيبر يعني ناس يوتيبر يستغلون ضعف الناس وخوفهم من أشياء لا يعلمونها رحلة في العالم السفلي الرقمي كأنك تدخل إلى مغارة انظر الغرفة الحمراء لا تدخل انظر حداري من الديب ويب أمير رغيب حداري من الديب ويب المسألة خطيرة جدا يا أخي لا تعلمون الأشياء لا تقولوا عنها شيئا يعني ماذا يوجد بهذا الديب ويب قولوا لي بعضكم ماذا يوجد نعم هناك بعض الأشياء الخطيرة في الديب ويب لكن الديب ويب هو 96% من الانترنت سأقول لك 96% هل تعلم ما هي 96% من الانترنت؟ يعني ما تراه الآن جوجل والمتصفحات؟ انظر هنا مثلا سندخل لهذا السبب هنا هنا ليس كله ديب ويب هنا الديب ويب وهنا دارك ويب ليس كله ديب ويب هنا ديب ويب دارك ويب والويب الذي تراه يعني جوجل امازون هوتمايل كل ما تراه هو هنا في هذه المنطقة 4% هنا عندما تدخل للجهة الأخرى يعني على حسب ما تعمل بها هنا كأنك تدخل إلى منطقة محضورة وأنت وطريقة عملك هنا السرقات هنا المافيات موجود كل شيء هناك لكن أنت واختيارك تختار ما تريد كالطريق يعني تخرج ترى الناس تبيعوا المخدرات لكن لا تبيعوا معهم تنظر فقط وتذهب لا تشتري ولا تبيع معهم إذن الديب ويب هو شيء يعني أنت خائف منه لكونك لا تعلم عنه شيء إذن الدورة ستكون عنه بإذن الله سأقول لكم كيف يعمل وما هي البي جي بي وكيفية استعمال الويندوز للدخول للديب ويب الناس التي تخاف من الدخول على الويندوز سنعمل فريم وير أو يعني كالتي عملناها وندخل على الديب ويب بها حسنا وعند العمل يعني عندما سندخل على البرنامج أو يعني سندخل سنتبت برنامج يعني هو يعني لينيكس اسمه أو أو ساكتبه لكم هنا لتبحثوا في بعض الشيء انظر سنتبت سنتبت بريم وير وبعدها سنتبت عليها آآ الكيبياس أو ستختار أنت يعني إذا أردتم ماتي الدورة بشدة سقولوا لي لأبدأ فيها يعني أو اس أنا أريد أن أبدأ فيها يعني فعلا لأفاهمكم فقط لأعرفكم ما هي لكأن الكل لا يخافوا منها ولا يعلموا عنها شيء وسنتبت يعني عندما سنتبت هذه الأشياء سنتبت بها الطور برنامج الطور أنا عندي في الكمبيوتر هنا انظر سأريك ها هو هذا هو برنامج الطور ستارت طور براوزر انظر هذا ويندوز عادي أدخله به عادي يعني على الديبوين لكن هذا لا يقول أنك لا تحذر من الديبويب الديبويب هو انترنت خفي انترنت غير معروف يعني تكون فيه الانتربول ويكون فيه كل شيء لكن الانتربول لن تبحث عنك أو تنشغل بك ما دمت بعيدا عن المشاكل يعني ما دمت إنسان طيب وجيد وتبحث فقط عن المعلومة وتبحث عن أشياء تفيدك في حياتك مثلا نحن نعمل على الديجيطال ماركتين إذا أنت لا تعمل إلا مثلا هكذا في الديجيطال ماركتين سنكتب نعمل على الديجيطال المناطق يلا فازي داك 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 نظر يا أخي أنا بالويندوز الآن يعني لم أعمل لا فيبيين ولا أشياء يعني عادي عادي أدخل هنا هنا النود الخاصة به نيو إدانتيتي وكل هذه الأشياء سنتكلم عن كل هذه الأشياء بدقة وبتأكيد يعني سنتكلم عنه لماذا داك 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 هو محرك بعد يعني عادي ولكنه أحسن من جوجل صراحة لأنه لا يعمل تراكيل لكل ما تفعله لا يبحث ورائك تدخل في حيث ما تشاء ولا يبحث ورائك هو يعمل فقط تحميل لمعلومات من الأنترنت يجدها على الديب ويب يعني هو محرك يجمع كل المعلومات هو لا يقدر على في أرشفتها كاملة ولكن يؤرشف الكثير يعني سنعمل ببيست مثلا ويب سايت أونين مثلا أونين هي سأريك ما هي الأونين الآن فقط لمعلومة بسيطة لأن أقول الكثير لا تدخل بويندوزك الخاص أنا الويندوز عندي مفعل يعني بشكل جيد ويعني أعرف كيف أعرف كيف أخرج من المشاكل أنت لا تدخل بالويندوز سنريك كيف تدخل على الديب ويب بدون ويندوز يعني ستعمل فريم وير وتدخل وتخرج بدون مشاكل سأقول لكم عن المواقع سندخل لموقع مهم فقط لأريك نبدة بسيطة انظر هذا هو الهايدن ويكي نظر سأضغط عليه هذه الأونين لو رأيت هنا الأونين الأونين هي عبارة عندما تدخل للمواقع تجد كوم فويند كوم هذه الأونين وهذه الهايدن ويكي هو ويكي بيديا لكل المعلومات بالديب ويب تقريبا يعني تجد كثير مثلا من المواقع هنا يريك لكن لا تدخل لها الآن لأنك لاست مستعد لا اوكي اذا سنعمل تتبيت للبرامج سأخرج من هنا سنعمل تتبيت للبرامج كيبك او اس او تايل او اس سنعملهم يعني الاثنين كل واحد على حدة في الفريم وير وسأريكم ما هو يعني الهايدن ويكي التي التي دخلنا لها الآن وسأريكم مثلا محركات البحث في الديب ويب مثلا محرك الذي رأينا داك داك او ما غيره وسأريكم كيفية الايميل عمل الايميلات في الديب ويب وما هي السوسيال نيتورك في الديب ويب والمنتديات وكيف تدخل على الشاتروم وكيف تجد الماركت الماركت سأريكم ما هو مهم لنأريكم الخطر في الماركت يعني هناك ماركت خطيرة جدا لا تدخل اليها كالماركت خاصة بزوار خاصة ب يعني بطاقة يعني تيمان خاصة بماركت خاصة مثلا بماذا اقول لكم مثلا بزوار اوراق توبوتية الاجنبية مثلا باسبور او بطاقة حوية او ما الى ذلك تزوار المال الطرق هذه الماركت لن ندخلوا اليها يعني هناك مجموعة من الماركت الخاصة بالهاكرز يعني كيف تستأجر هاكرز ليعمل شيئا في موقع ما او تستأجر قاتل مثلا تدخل على القتل المأجورين او ما الى ذلك يعني كل موجود في هذا الديب ويب الخطير الخطير ان الناس ستتعامل بدون علم يعني التعامل بدون علم هو خطر لابد ان تعلم كيف تتعامل اذا سندخل الى المواقع الانين بكثرة 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 يعني سأريك الانين وسأدخل يعني سأعمل مدخل فقط للبيتكوين وكيف تنشئ محفظتك الخاصة في الديب ويب وكيف تعمل موقع على الديب ويب وتعمله هوستن يعني تجعله على الانين او ما الى ذلك واحسن يعني المواقع للهوستن يعني كل هذه في الدورة القادمة ان شاء الله اذا احببتم الدورة واحببتم ان تكون بسرعة المرجوك اعمل كومنت وتكتبون بعض الكومنت الخاصة فقط مثلا نريد الدورة او ما شابه ولا تخافوا الديب ويب هو عالم يعني بسيط جدا هو عالم سري فعلا يعني لا يعلم الكثير لكن ستجد كل ما ينفعك هنا فعلا يعني معلومات لا اقول لك سياسية لانك لا يشتب بحاجة لهذه المعلومات السياسية لن تفيدك بشيء لن تفيدك الا في ضرارك ستضرك اكتر افادة اذا المعلومات مثلا في الديجيطال ماركوتيل لتخرج من فقرك يعني ممكن ان ترى معلومات يعني مهمة هناك تتعامل بسوفتوير يعني اذا لم تجدها على الويب العادي تدخل هناك وتجدها بسهولة 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 يعني السوفتوير التي تعمل الف دولار او خمس الاف او عشرة الاف دولار تجدها يعني فور فري هناك يعني لان هناك يعني هاكرز كتيرين وكما قال البعض هناك هاكرز بكثرة على الديب ويب لكن لا تدخل بويندوز من فضلك لا تدخل بالويندوز انا دخلت لكن عندي انتي فيروس مفاعل جيدا هو هذا يعني كاسبر سكاي وعندي يعني الكمبيوتر خاص بيعني هو ويندوز لكن انا لا تنسى انا مهندس برمجيات يعني اذا دخل لي برنامج مدير ممكن ان اراه وممكن ان لا اراه واذا رأيت يعني اعرف كومبيوتري كثيرا اعرف متى يصبح تقيل متى يصبح خفيف ماذا بالكمبيوتر اعرف كل هذه الاشياء اذا انت لست بتجربتي لا تدخل بالويندوز من فضلك لا تدخل عندما نعمل الانستاليشن لهذه الانظمة ادخل كما تشاء والان اريد ان انهي هذا الفيديو اقول لكم ان شاء الله سيكون خير يعني كل واحد لا يهتم بمشاكل موجودة الان فكل مشكل له حل في المستقبل يعني انت تمشي الى الحل اذا كان عندك مشكل اليوم فانت تمشي الى حله اذا لا تعقد امورك عيش حياتك ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته